جمال ما هي آخر تطورة دايك؟ الآن شهدنا دخول أصوار إلى منطقة بئر الغنم وتحريرها من كتائب القدافي منذ صباحة اليوم شهدنا معارك ظاريا بين أصوار والكتائب حيث كان قصف قوي وعنيف على بئر الغنم باستعمال أسلحة تقيلا بينها صواريخ قراد والدبابات وصواريخ هاون كذلك أنواع أخرى من الأسلحة كما شهدنا تحليق طائرات للناتو وغارات جوية على بعض المناطق الحساسة وخاصة بعض الدبابات التي كانت تضرب الثوار نعم هل من إصابات جمال؟ نعم هل من إصابات بين صفوف الثوار؟ بين الثوار صبيحة اليوم كانت تقريبا ست إصابات لكن كلها خفيفة ونجهل طبعا الإصابات في صفوف القدافي نعم طب جمال هل كانت تطلعنا على الأسلحة التي هي بحوزة الثوار والاستراتيجية الثوار في مهاجمة الكتائب؟ الثوار كانوا يتقدمون بخطوات ثابتة معهم أسلحة ثقيلة معهم اتصالات لاسلكية بين الأسلحة الثقيلة ثواريخ جراد طبعا ببابات ثواريخ هاون الراجمات الشلكة سلاح 106 بالإضافة إلى 14.5 هذه هي مجملة الأسلحة بالإضافة إلى الكلاشينكوف طبعا هذه هي الأسلحة المستعملة اليوم في اقتحام أو دخول شكرا لك جمال العريبي مراسل أخبار الآن في ليبيا